وعلشان كده نروح دلوقتي لشرم الشيخ تحديداً مع زمائلنا هدير أبو زيدوي محمد الشازلي ونصبح عليهم صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا هدير صباح الخير عليك يا عبدالسمن صباح الخير عليك يا بسان صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان الحقيقة أنه يعني تنظيم مصر لهكذا مؤتمر فرصة استثنائية لبلدنا طليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية والعربية أيضاً واللي بيحدث هنا على أرض شرم الشيخ الحقيقة يعني خلية عمل دولية موجودة على أرض شرم الشيخ احنا بنتكلم لحد دلوقتي لاستقبال أكتر من سبع تلاف شخص موجودين على مصر من دول العالم المختلفة والجنسيات المشاركة في الدورة السبعة وعشرين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ احنا بنتكلم أنه في لجنة منظمة هنا بتقوم بدور كبير جداً من أول استقبال ضيوف في المطار لحد تسكنهم في الفنادق في شرم الشيخ يعني وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بدأ من المتوقع أن يكون فيه مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم منتكلم على حضور يمكن أكتر من أربعين ألف شخص من حوالي 197 دولة مختلفة عشرات المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في المفاوضات السنوية الخاصة بتغير المناخ منتكلم عن وضع حلول جذرية لمسألة تغير المناخ وأن يتفي الدول المؤثرة بالتزاماتها تجاه الدول المتأثرة منتكلم كمان عن مسألة التكيف والتمويل الخاص بالتكيف كل هذا سيتمه مناقشته في أولى يمكن فعليات مؤتمر المناخ النهاردة في شرم الشيخ مدينة السلام ويمكن يا شازلي زي ما كنت بقول فرصة كبيرة جدا أنه بلدنا تظهر بهذا الشكل اللي بيليق بمكانتها على المستوى الدولي وأيضا المستوى الإقليمي صباح الخير عليك طبعا بكل تأكيد صباح الخير عليك يا هديرو صباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان احنا خلاص كلها ساعات وتنطلق القمة اللي بنتظرها العالم كله الدورة السبع وشرين لمؤتمر المناخ طبعا بكل تأكيد العالم ينتظر هذه القمة لأنه الخبراء بيقولون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ الكوكب من سيناريوهات وتدعيات الاحترار المرعبة فرصة كويسة جدا أن مصر يتقدم نفسها من خلال هذا المؤتمر ومن خلال هذا التواجد الدولي لما نجي نتكلم هلأ أن فيه 2800 مراسل وصحفي موجودين على أرض مصر بيمثلوا 450 وسيلة إعلامية دول اللي جايين من برى مصر ده بالإضافة إلى 300 مراسل وصحفي موجودين على أرض مصر بيمثلوا 50 وسيلة إعلامية دول أصلا ليهم مكاتب هنا في مصر طبعا هقدموا تقاريرهم وهيصدروا تقارير يومية ورسائل يومية إلى العالم كله بلغات مختلفة يمكن بأكتر من 15 لغة طبعا بكل تأكيد زي ما حضراتكم عارفين المنطقة هنا مقسمة إلى 3 أجزاء المنطقة الزرقاء وهذه المنطقة طبعا مخصصة لأرؤساء والقادة تؤقت فيها 17 لقاء و17 ورشة عمل رفيعة المستوى في يوم 7 و8 طبعا ده الجزء في المنطقة الزرقاء في المنطقة الخضراء دي مخصصة للشركات وهيكون فيها كمان جهات التمويل بالإضافة إلى أن مصر خصصت منطقة للتظاهر عشان الشباب كمان يطلعوا ويقولوا رأيهم الشباب المعني بالمناخ منظمات المجتمع المدني هي كمان تمارس دورها في مخاطبة الحكومات والقادة وصناع القرار في أن هم يلتزموا بكل ما تم الاتفاق عليه بكل تأكيد طبعا إحنا كلنا أمل بأنه هذه القمة وهذا المؤتمر يخرج بشكل بكل تأكيد يليق بمصر كلنا أمل بأنه زي ما فيه إعلان ستوك هولم وزي ما فيه بروتوكول كيوتو زي ما فيه اتفاق باريس كلنا أمل في أنه يخرج اتفاق من القاهرة يسمى اتفاق القاهرة طبعا اتفاق على آلية التنفيذ صحيح يا شازلي يمكن قمة هي الأكبر والأهم يعني لتغيرات المناخية في وقت حرك بالنسبة للعالم لو بنتكوننا على جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية فبالتأكيد يعني العالم ينتظر قمة شانو الشيخ الخاصة بالتغيرات المناخية خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لكريم بيبرس وسالي سالم حيكونوا موجودين معنا يعني نصبح عليكم كريم وسالي نبدأ مع كريم بيبرس موجود أمام قاعة رامسيس من داخل قاعة المؤتمرات يا كريم صباح الخير عليك ولو تقول لنا أهم الفعاليات اللي حتحصل عندك النهاردة صباح الخير يا هديرة وصباح الخير يا شازلي وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر النهاردة يوم استثنائي بالفعل النهاردة يوم هام جدا في مدينة شرم الشيخ استضافة المؤتمر الأهم في هذه الأيام خصوصا نحن نتكلم على مؤتمر المناخ في ظل التحديات المناخية الكبيرة جدا 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 مش هضيف كتير على كلام شازلي وعلى كلامك عن أنه المنطقة الزرقاء هنا من أمام قاعة رامسيس المنطقة الزرقاء أو البلو زون فعلا هيكون فيها الأهم من المؤتمرات اللي هيتم عقدها داخل مؤتمر المناخ أهم الأحداث وورش العمل هيتم عقدها هنا في البلو زون هنا أمام قاعة رامسيس يمكن النهاردة من أهم الحاجات هيكون فيه الجزء الخاص الاجتماع باجتماع الأطراف السبعتاشر اجتماع الأطراف السبعتاشر ده هو اجتماع الدول اللي هينقشوا فيه الآليات اللي هيقوم عليها المؤتمر خلال الأيام الجاية طبعا الندوة دي أو الاجتماع ده هيبتدي الساعة واحدة تقريبا لحد الساعة ثلاثة لكن طبعا من بداية عشر الصبح لوحدة ده هيكون الاجتماع الرئيس اليوم وهو التسليم الإجرائي أو الجلسة الإجرائية اللي هيتم تسليم فيها رئاسة المؤتمر من كوب 26 لكوب 27 اللي هيتسلمها السفير سامح شكري طبعا وهو مبعوث الأمم المتحدة لمؤتمر المناخ ووزير الخارجية المصري طبعا احنا الورش النهاردة هتكون هي الورش الرئيسية فقط هي الورش الإجرائية الأولية والورش الخاصة باجتماع الأطراف السبعتاشر هنا في قاعة رامسيس اللي موجودة في ظهري بالزرط يمكن دي أهم الحاجات اللي هتكون موجودة النهاردة لكن ده كمان هياخدنا في فكرة الجرين زون الجرين زون هي بتتجهز وبتستعد كمان عشان تشتغل بداية من 8 نوفمبر الجرين زون هتكون فيها صبعا زي ما قلته الشركات الرائدة والأفكار اللي هتكون معروضة للخطط المستقبلية اللي هيتم تطبيقها للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية وكمان هيتم عرض الحاجات اللي وصلوا لها والنتائج اللي وصلوا لها بالفعل على أرض الواقع يمكن مؤتمر المناخ في نسخته 27 هنا في مصر السمر الرئيسية بتاعته هي او التنفيذ الفعلي والواقع على أرض الواقع زي ما شازلي كنت بتقول دلوقتي فكرة انه التفاقيات خرجت قبل كده كتير في جلاسكو اتفاقية باريس ولكن كلها ما زالت اتفاقيات مكتوبة فقط على الورق ولكن تنفيذها على أرض الواقع هو ده اللي احنا بنأمل ان يكون الدور المصري موجود النهاردة التنفيذ على أرض الواقع وخصوصا في ظل احتياج عالمي لأليات التمويل المختلفة تمويل المشاريع الصديقة للبيئة لانه دلوقتي الهدف الرئيسي في التكاتف الدولي هو انه درجة الدرجة المئوية الخاصة بالاحتباس الحراري او الجرينهاوس اوفيكس ما تتعداش 1.5 او 1.5 درجة مئوية وده الهدف الرئيسي انه احنا قبل 2030 ما توصلش كمان اتنين درجة مئوية لانها هتكون لها تأثير سلبي كبير جدا 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 الدول النامية او القارة الافريقية يمكن من اكثر الدول يعني تأثرا بالسلب بسبب التغيرات المناخية ولكن الدول الاكثر تأثيرا بالسلب على المناخ والسبب الرئيسي في التغيرات المناخية التي تؤدي الى الانبعاثات الكربونية الكبيرة جدا اللي بتأثر على الشارع بشكل عام وتأثر على البشر هي الدول الرئيدة او الدول الكبرى وده اللي هيكون عليها الحمل الاكبر في التمويل ودعم الدول النامية ان هي تقدر تتعامل بفكر جديد للتعامل مع التغيرات المناخية اتفاقية باريس وجلاسكو كان اهم حاجة فيها هي دول الرئيدة دعم 100 مليار دولار 100 مليار دولار دول هدفهم العمل على دعم المشروعات وكمان دعم البلاد في التعامل بآليات صديقة للبيئة يمكن زي ما قلنا هي الاهم النهاردة هي الجلسة الاجرائية وجلسة مؤتمر الاطراف وده نظرة عامة عن اللي احنا هنشوفه النهاردة هنا من المنطقة الزرقاء والان عودة ليكو مرة تانية يا هديرو شازم بشكرك طبعا يا كريم بشكل مبدئ لان بالتأكيد هنرجع لك مرة تانية نروح لسالي سالم صباح الخير عليك يا سالي سالي موجود اللقتي امام قاعة المؤتمرات ايه اخر الاستعدادات عندك يا سالي صباح الخير عليك شازلي وعلى مشاهدينا في كل مكان بالفعل اليوم هو اليوم الابرز والاهم لهذا الحدث الاممي الاستثنائي اللي مصر بتحتضن فيه العالم اجمع من 197 دولة في قلب مدينة شرم الشيخ على قلب قضية واحدة وهي قضية التغيرات المناخية خلينا في البداية شازلي ني وضح لمشاهدينا الكرام ايه هي قمة المناخ ايه هي اهمية انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت القمة هي اجتماع سنوي بيقام في دول مختلفة وفقا لما يتحدد في السنة السابقة هو اجتماع سنوي بيحضر دول من 197 دولة وفود ورؤساء من 197 دولة لمناقشة قضية التغيرات المناخية التأثيرات اللي نتجع عن هذه التغيرات تطرق علاج هذه التغيرات والتقليل من الانبعاثات الحرارية واللي بتأثر على كافة دول العالم ويمكن تابعنا في الفترة الاخيرة وجود تأثيرات على كافة الدول سواء الدول الصناعية او الدول النامية ولكن بالطبع نحن نعلم ان الدول النامية هي المتأثر الاكبر من ما يقوم به الدول الصناعية الكبرى خلينا نتكلم عن المكان اللي احنا موجودين فيه تحديدا وهو مدخل من احد المداخل الخاصة بمركز المؤتمرات الدولي وهو دخول الرؤساء ورؤساء الحكومات ورؤساء الدول القادة من هذا المدخل تحديدا الذي يبعد عني امطار هذا المدخل الذي يتم فيه استقبال رؤساء الدول والحكومات وذلك بعد طبعا التسجيل على الموقع الخاص وهو ORS هذا الموقع الذي تم به الموافقة من خلال الامم المتحدة على الرؤساء والقاعة والوفود الرئاسية المشاركة لو تحدثنا في البداية عن ما يتعلق بها الاستعدادات خارج هذه القاعة فيمكن القاعة على اتم استعداد لاستقبال الوفود في هذا اليوم تحديدا لبدء الجلسات الإجرائية وغدا هو الخاص بالجلسة الافتتاحية التي سيحضرها كافة زعماء وقادة الدول المختلفة الاعلام بتزين هذه القاعة القاعة الرئيسية طول الطريق والميادين الرئيسية التي تتواجد في هذه المدينة خارج هذا الباب أو هذا المدخل تحديدا هو المنطقة الخضراء والتي سيتم فيها عرض كافة الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية المؤتمر لعدد من الأهداف أولها هو تقليل درجة حرارة الكوكب لتقليل هذا المعدل عن واحد ونص درجة من خلال تقليل الانبعاثات الغازية والغازات الدفينة وقف دعم الوقود الإحفوري والتوقف أو تقليل استخدام الفحم لأنه بيزود من وجود ساني أكسيد الكربون اللي بيأثر على التغيرات أو بيؤدي إلى التغيرات المناخية دعم الدول والمجتمعات التي تحتاج إلى هذا الدعم المالي ويمكن تابعنا وجود عدد كبير من الاتفاقيات اللي كانت فيه النسخ الماضية والوعود والتوصيات اللي بتخرج بيها هذه المؤتمرات ولكن تنفيذ هذه التوصيات لم يتم على أرض الواقع وبالتالي مصر اتخذت من هذا المؤتمر أجندة كاملة لتحت شعار معا للتنفيذ قمة التنفيذ ما سيتم على أرض الواقع من جهود لتقليل هذه الانبعاثات لتقليل هذه التغيرات لدعم الدول والمجتمعات الصغيرة والدول النبية المتأثرة بالثورة الصناعية اللي بتقوم بيها الدول المتقدمة لدينا تمويل 100 مليار دولار من المفترض أن يتم تقدمها إلى الدول الصغيرة لدعم هذه الدول للوقوف والتخفيف من تأثيرات الانبعاثات لو تكلمنا عن مطار شرم الشيخ وهو الوجهة الأولى لاستقبال الوفود فالمطار هو على أتم استعداد وبالفعل استقبلنا وفود كتير من عدد كبير من الدول المؤتمر المفترض يحضر فيه ما يزيد عن 40 ألف شخص وهم اللي قد حصلوا على التصريحات بحضور هذا المؤتمر سواء الحضور داخل المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء الحضور اللي بيجي داخل هذا المطار بيتم تسهيل الإجراءات لي من خلال مجموعة من المتطوعين اللي بيساهلوا لهم الإجراءات وبيقوموا بعمل مسح ضوئي للجوازات الخاصة بيهم التأكد من وجودهم داخل هذا المؤتمر وأنهم مصرح لهم بالدخول يعني لدينا أيضا تسهيلات في الانتقالات إلى المنشآت الفندقية والسياحية لدينا تسهيلات أيضا في الانتقالات داخل هذه المدينة عن طريق توفير أوتوبيسات بالكهرباء والغاز الطبيعي تفاصيل كتيرة بتتم داخل خارج أسوار هذه القاعة وصولا إلى هذه القاعة أو هذا المدخل الرئيسي لتبدأ المشاركة الفعلية لهؤلاء الوفود لتبدأ الفعليات الفعلية اللي من المنتظر أن تحقق توصيات تنفل على أرض الواقع الكلمة بتعود إليك شازلي مرة أخرى شكرا لك سالي سالم وشكرا لك كريم بيبرز الحقيقة أن كل اللي بيحصل من إجراءات وتنظيم بيقول أن إحنا أمام قمة مختلفة بكل المقاييس تنظر لمسألة التغير المناخي يعني عين يعني وعية جدا 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 يمكن هدفها الرئيسي هو مسألة تمويل الدول المتأثرة بالتأثرات السلبية للتغيرات المناخية وأن تفئ الدول الصناعية بالتزاماتها وبعودها خلال المؤتمرات السابقة